ما استغربتش لما لقيت مثلا مش هنتكلم هنا على أرقام وناسب نحن ننتظر البيان الرسمي بإذن الله بكل المشاركات ولكن أنا هنا الملاحظات كانت في أماكن لم يكن فيها تصويت أصلا يعني لما تروح سينة لما تروح الودي جديد لما تروح الحاجات دي لا أنت لقيت تصويت ولجان والناس وقفة وموجودة أيضا لأن تم مشاركتهم في أعمال كثيرة جدا زي الإرهاب مثلا ده حي فكانوا موجودين في المشهد يعني نكمل برضو كلام اللي قاله أحمد بي فيما يتعلق يعني أنا بحب عنوانها بإني الدولة المصرية في التسع سنوات السابقة وضعت المواطن المصري خصوصا الكرة والأماكن المهمشة والأماكن الحددية على أجندتها الوطنية فبناء عليه كان المواطن المصري في هذه الأماكن وضعت دولة المصرية على أجندته صحيح تمام وبالتالي لأول مرة أنا بيتحدث بقى كراجل سياسة وأنا الراجل كنت معاول رئيس مجلس وزراء سابق لأول مرة بشوف المشهد ده أشوف وجوه ما شفتهاش قبل كده وكنت شايفها من التسعة صوحا بالذات أول يوم أول يوم ده اللي كان ملهم للغاية لأن أول يوم ده أنا شفت لأول مرة ناس الطوابير فضلت موجودة لحد ما سلموا طوابير تانية للناس اللي هي طلعت من شغلها في ناس برضو مش مدركة إن إحنا المصريين بالخارج كانوا يعني إحنا مزبطين الأمور معاهم شوية عندهم جمعة سبت حد اللي هي الأجازات بتاعتهم صحيح فيما يتعلق بالدول العربية فيما يتعلق بالدول الأجنبية فالأمور معاهم لحد ما وهم يستحقوا ده لكن إحنا هنا في الداخل أنت بتتحدثي عن ثلاثة يام عمل صحيح فبناء عليه الكتلة العريضة والكبيرة اللي إحنا شفناها مفترض إن إحنا نشوفها بدءا من الساعة أربعة لحد الساعة تسعة صح بعد انتهاء العمل لكن إن أنا أشوف بقى طوابير من الساعة صباحا لحد الساعة ثلاثة أو الساعة أربعة هي دي اللي كانت جديدة علي الوجوه فيه وجوه جديدة استكمالا لكلام أحمد بيه إن ما هي أسباب نزول المصريين يعني ده تساؤل أنا سألته لنفسي برضو بصفة كراج الباحث أسباب النزول كثيرة جدا يعني البعض يعزيها إلى إيه ما حدث والخطوط الحمراء والتلحب ده صح بس دي طبقة طبقة معينة عندها تلفزيونات وعندها حاجات والطبقة المثقفة والطبقة المتوسطة لكن لواحد ما عندوش أساسا كهرباء ولا مية ولا غاز ولما بتدى يركب له الكهرباء والماء والغاز أصبح عنده تلفزيوني بتدى يتفرج يعني باختصار شديد جدا الناس فيه ناس بتاعة لقمة العيش بتاعة إني اللي بتجري على أفل عيش اللي بتاني زمان يقول لك إيه إحنا نفسينا يوصل لنا الكهرباء إحنا يا جماعة نفسينا في وصلة مية ابتدت حياة كريمة توصل المية ثانيا طبقات جديدة تم استهدافها يعني باختصار إحنا تملي نتكلم عن الشباب في الكينات الشبابية التمكين الشباب كانوا الحقيقة مشرفين في التوابير أنا واحد من الناس كان ليا الشرف أنا واحد من الناس اللي حصل ليا تمكين في فترة من الفترات وكنت معاه رئيس مجلس الوزراء وكنت عضو مجلس نواب وأشرف أن أنا كنت مسك الحاملة الأولى لسيادة الرئيس عفتاح السيسي كان متحدث رسمي في 2014 باختصار كل الحاجات دي كانت مقدمات لعمل منظم فيما بعد أصبح بقى لدينا البرنامج الرئاسي طبعا والحقيقة خليه أقول أنه الشباب مشرفين جدا اشتركوا في القناة